سباح الخير مشاهدي انت ان مشاهدي نايل لايف اهلا بيكم حلقة جديدة من نهارك سعيد من دلوقتي الوقت 11 هنكون معاكم انا واشرف وفادي وفقرات يا رب تعجبكم ويا رب كده يبقى بس بنفكر بصوت عالي مع بعض لان واضح انه انا كانت الفقرات اللي هنعملها مهمة والمواضيع كمان مهمة مسواضح ان الحلول مش حاجة ورد قوي يعني ما بنعرفش نوصل لحلول بس يعني ربنا يسهل فترة اللي جايبة في حلول سباح الفول لاشرف سباح الفول لاشرف سباح الفول لعيدة سباح الخير لكل مشاهدي نايل لايف شبكة انت ان والخميس 22-03-2012 نهاية اسبوع حاشدة جدا مش عايزين نتكلم عن المشاكل مش عايزين نقول حاجة لانه المشاكل كتير جدا بس يمكن اهمها اللي احنا حاسين بيه بزيادة قوي ازمة البنزين اي مبارح وفتساعتين ونص مش قادر افهمه في ايه في البلد الحكومة مش عارفة تحل ليه ازمة البنزين يعني هي عقدة ولا هو ايه ايه الازمة بالزبط الازمة عند مين دايما التصريحات وردية وعلى ارض الواقع احنا اللي بنتعور كشعب مش عارف واحنا نوصل لغاية فين لكن كاخبار ايجابية البورصة طلعت واحد في المية وكمان في نهاية الاسبوع الاتحاد الاوروبي الحمد لله اعلن تمديد تجميد ارصيدة الرئيس المخلوع واعضاء الحزب الوطني السابقين او اعضاء النظام السابق بعد ما كان اخر مهلة يوم 11 مارس اللي فات هتتجدد سنة كمان يا رب نعرف ناخد فلوسنا وتبقى نهاية اسبوع سعيدة علينا كلنا يا رب سبع الخير فادي سبع الخير عيدة سبع الخير مشاهدي نايل لايف ونهاركو دايما مليان بالامل والتفاؤل في فقرة حلوة جدا النهاردة هتعملها زميلتي عيدة هنتكلم فيها في كل اللي بيحصل لجنة المية مشاكل البنزين ارجوك يا عيدة مشاكل الخاصة بالنقل العام والاضراب مشاكل الخاصة بالترشح للرئاسة الجمهورية مشاكل حاجات كتيرة قوي جميلة قوي بتحصل في مصر كلنا بنتفرج عليها وكلنا سكتين وطبعا الحرية والعدالة ان شاء الله هترشح رياسة الجمهورية شخص من عندها بعد ما كانوا في الاول بيقولوا لا مش هيرشحوا يعني حدث كتيرة قوي هتتنقش مع عيدة مع الدكتور عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادي كل السياسيين اللي في القرى الارضية وكل الاقتصاديين بيقولك اي بلد في الدنيا لازم تهتم بالاقتصاد المام وبعد كده بقى اعمل سياسة واشتغل يعني اعمل اي حاجة بس المهم الاقتصاد والاول الامن يجيب الاقتصاد هيكون كمان عندنا فقرة النهاردة مع الكاتب الكبير الاستاذ صلاح عيسى بمناسبة بقى الدستور اللي احنا مش فاهمين ايه اللي هيحصل فيه دلوقتي 50% حتى الان المعلن وهو مش معلن بشكل رسمي يعني ما تكتبش على وراء وقلم يعني وكده بس المعلن من قبل مجلسة الشعب وشورى ان 50% منهم هم اللي هيعملوا لجنة المية او بالبلد كده هم كمان اللي هيحطوا الخمسين التانين ما هم اللي بيحطوا المية كلها فيعني هنشوف تفاصيل عن الدستور ونعرف وجهة نظر كاتبنا الكبير وكمان هنتكلم عن كتاب هو كان كاتبه اسمه دستور في صندوق القمامة هنعرف تفاصيل اكتر للدستور قديم شوية الدستور ده نعرف تفاصيل بقى خاصة جدا هو في كلمة كده انه لقوا مسواد الدستور 54 مرمية في صندوق القمامة هي تشويخة كده طبعا الكاتب الكبير والسلسة الحيس هنعرف منه التفاصيل لكن هيكون كمان معانا فقرة مهمة جدا عن عيد الام لانه وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية اعلنت اسماء الامهات والابهات المتاليين لسنة 2012 وبيشرفنا النهاردة هيكون معانا ام الصحفين الكاتبة الصحفية اليس الملاق نائب رئيس تحرير الاهرام واستاذ عمال لطفية الام المثالية للقاهرة 2012 لكي يكون لنا لقاء مميز معك سيد اقول حاجة يا رشرف موضوع الام المثالية ده علشان انا نكون من زمان جدا وانا بيضايقني شوية لانه الام المثالية ده نموذج على سبيل المثال وليس الحاصر يعني ان دي ام المثالية بس انا ادعي ان اي واحد يسمعنا ده باتي متأكد ان امه مسالية انا امي مسالية وامي فادي مسالية كلنا امهاتنا مساليات لانهما فعلا تابوا وعملوا مجهود ان هي بس الوحيدة والباقي يعني يقضي اكتائب في البيت وكل سنة وكل امهاتنا طيبين كل سنة طيبة يا ماما كل سنة طيبة مامة عيدة كل سنة طيبة لمامة اشرف سنة كل الامهات طيبين يا جماعة افاصل ورجعين نبتدي بالصحافة